ترى أساس موشي خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى للدورة الانتخابية الجديدة 2016-2020 وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورفع مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سموشي خالد بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام القيادة الرشيدة بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد مشيدا بالمكانة الرائدة لمملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي الزاهر لجلالة الملك المفدى ناقش مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سموشي خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد دولي الغرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تم اعتماد محظر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر ثم توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء كالتالي محمد عبدالطيف بن جلال نائبا للرئيس راشد البعنين أمينا للسر بدر ناصر محمد أمينا مساعدا للسر ورئيسا للجنة الإعلام والعلاقات العامة خالد مبارك الدوسري أمينا ماليا محمد عبدالعزيز محمد رئيسا للجنة المنتخبات رقية القصرة رئيسة للجنة الموهوبين محمد علي أحمد رئيسا للجنة المسابقات والحكام خالد فارس القطامي منسقا للعلاقات الدولية وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على الاعتماد عضوية نادي بوري ونادي النجمة ضمن الجمعية العمومية للاتحاد بناء على الطلب المرفوع من قبلهما كما استعرض مجلس إدارة الاتحاد البحريني المشاركات الخارجية القادمة لجميع المنتخبات الوطنية وتم اعتمادها واعتماد تنظيم مهرجان العاب القوى للأطفال سنويا بمناسبة احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس برعاية سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة نجل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وتمت الإشارة بالنجاح الباهر للمنهجان في هذا العام وأخيرا تم مناقشة ما يستجد من أعمال كما قام نائب رئيس الاتحاد محمد عبدالطيف بن جلال بتسليم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة جائزة أفضل اتحاد عربي لعام 2016 وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن بالغ فخره واتزازه بالنجاحات والإنجازات التي حققتها رياضة أم الألعاب في السنوات الأربع الماضية والتي اعتبرها نتيجة منطقية لدعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس على الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مطالبا سموه جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد بالمضي قدما نحو البناء على تلك الإنجازات وتوسيع رقعتها والعمل بروح الأسرة الواحدة وتهيئة كافة الظروف المثالية أمام المنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج والمستويات واكد سموه بأن الإنجازات التي حققتها رياضة أم الألعاب تشكل حافزا لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى لمواصلة مسيرة العطاء والتميز لتشريف مملكة البحرين في كافة المحافل مشيرا سموه إلى أن الإنجازات التاريخية التي حققتها ألعاب القوى البحرينية خلال السنوات الأربع تمثل تحديا كبيرا أمام المجلس الجديد لتحقيق نتائج مماثلة أو أفضل منها مؤكدا حرصه على الوقوف بجانب جميع العدائين والعداءات والاستمرار في رعاية الموهوبين بما يكفل تحقيق إنجازات جديدة تعز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية